ابنائة الله مصطفى الهواء السنوي نلتقي في حصة جديدة مع شويتنا الفيزياء وإن شاء الله سريعا كده بسرعة أولاد إحنا كنا خدنا الحصة لفيت لتدينا وعرفنا يعني إيه قوة محصلة اللي هي قوة تقوم مقام عدة قوة طيب القوة المحصلة هي هي قوة وحيدة اللي هي يتحي فيها جميع القوة المؤثرة على الجسم ولازم نعرف مع بعض إن القوة المحصلة قد تكون أيوة قوة متازمة اللي هي لا تغير من حالة الجسم وقد تكون قوة غير متازمة اللي هي قوة بتغير من حالة الجسم فتغير من كمية تحركه فتكسبه عجلة أو تغير من اتجاه حركة الجسم طيب يقع هنا أولاد ده كده آآ بس راح نخلناك كلام ده الحصة اللي فاتت آآ طبعا ده أنا بس مفكر عادرتك بالأساسيات اللي كانت موجودة وهنا بقى نعرف مع بعض إحنا عرفنا كمية التحرك إيه هي كمية التحرك؟ كمية التحرك فاكر كنا بنعرف إزاي؟ ده أنا بنأكد على الفكرة يا شباب كمية التحرك هي ضرب من اتنين م و بي يبقى كمية التحرك هل هي حاصل ضرب؟ ها؟ مين الام؟ أيها الكل لا في الصرعة إذن يا أولاد أنا بيكون معي ورية مفاهيم في المفاهيم أنا من القانون اللي موجود في ورية المفاهيم عرفتي إزاي أستخرج اه تعريف إزاي أستخرج علاقة بينية إزاي أرسم هنا القانون طلع لي وحلة القياس وقالنا أن وحلة قياس كمية التحرق كيلو جرام في المتر في الثانية والسلف واحد أيها ما هي الـم كيلو جرام والـV metr في الثانية والسلف واحد أحول وحلة القياس إلى أبعاد وحولناها مع بعض اللي هي MLT والسلف واحد ومن القانون كنا بنجيب العوامل وفاكرت لما قلتلك إن المأسوم بتبقى على عقد وطردية طب والمضروب على عقصة عكسية طب يا مستر كمية التحرك كده من شكل القانون هي مقسومة على الام والفي يبقى هي طرد مع الام وطرد مع الفي طيب طبعا هي كمية مشتقة وهي كمية متجهة مع الشرف الجزء ده بنصرع شوية عشان هو موجود في الحصة اللي فاتت كمقدمة لي ولكن احنا هنا عايزين بقى نحل اكبر كم من الاسئلة على المراجعة الرفيجن الخفيف ده اللي احنا بنقضل لك طيب هنا رد كمية التحرك اذا تغيرت قلنا انها تتغير نتيجة ايه هو يبقى اذا القوة هي ما يؤدي الى تغير كمية التحرك والقوة تؤثر على جسم خلال زمن معين يبقى الاف بتساوي ايه بقى ايوة برضو عليك دلتا بي على دلتا تي يبقى هي عبارة عن التغير في كمية التحرك خلال وحدة الزمن ما احنا قلنا يا مستر بنير والبسطور خلي المقام بي سعر واحد بس ايه رأيك فكن لما قلتلك لو المقام زمن ممكن تقول معدل زمني ايوة يبقى هي المعدل الزمني للتغير في كمية التحرك او هي التغير في كمية التحرك خلال سنية واحدة طب يا قلنا طبعا نقصد هنا نوع الكمية اللي هي نقصد بها القوة اللي هي كمية مشتقة ليه او ما هو كيلو اه ده تنتج من مجموعة كميات اهي طيب وكمية متجه لان تنتج من قسمة متجه اللي هو تغير كمية التحرك على القياس اللي هو الزمن وبتتأثر القوة بإيه بقى بصوا كده انا عايزة كينا تشوف اللعب وهو بيشوت الكورة واكدتها عليك تاني قلتلك في الحالة دي هو دفع الكورة مر معها فترة طب ليه عشان زمن التأسير يزيد ولما الزمن يزيد لو القوة سابتة ايوة في قوة اللعب سابتة ممس مش لو القوة سابتة يبقى السرعة ايه طب ايه رأيك لو احنا رمينا لو مسلا حدي فينا بيتعلم مسلا الوسبب العالي او الوسبب الطويل بي ليه بيحط لي سفينجة او مرتبطة حاجة كده نسقط عليها ده غريب ايه ده مسلا صحيح موهنة جسم المرين هنا ولد بيعمل ايه بيس حضرتك بتوع فبياخ بدل ما يبقى زمن التأسير اللحظي والنتيجة لقوة الجاذبية هنا زمن التأسير بيزيد وبالتالي خد بالك انت سرعة وصورك بسطح الارض كانت سابت وفي النهاية خلاص تغير في السرعة وبقى سابت اللي هو المحضرك هتبقى كنت بتتحرك وبعدين هتوقف فبالتالي هنا اديلت فيه تأسابت اللي هي الفايلال هتبقى سابتة ولكن الاف والتي وكنو طبعا كنت لدها سابتة الاف والتي التناسب بينهم التناسب ايه عكسي يبقى هنا لد لو زودنا زائد لو زودنا تغير كمية التحرك اللي هو بزيادة السرعة او بزيادة بزيادة الكتلة او بزيادة السرعة تزداد القوة دات الناس الترضي مع القوة وفي نفس سلوات القوة يعني نقول تاني ليه هنا لو القوة سابتة انا بأسر بزمن طويل عشان اكتسب سرعة كبيرة تغير سرعة تغير سرعة تغير الزمن طيب لو جسم بيسخط ليه احنا بنستخدم ما هي دي افكار اسئلة بقى لو جسم بيسخط من اعلى ليه احنا بنستخدم جسم مطاط او بسيطة جدا يا مستر كل الفكرة ببساطة ان هو يستقبل الصدمة فيزداد الزمن وبالتالي لما يزداد الزمن تأثير قوة رد الفعل هيحصل له ايه هيقل لان القوة تتناسب تأثير الزمن بسنا القانون بيانيا بان البي على التي وقلنا يا شباب تعالى بسرعة كلا من قانون كمية تحرق نفتكر بسرعة علاقات البيانية وقلنا يا ولد ما تنساش ما تنساش ان كمية تحرق كمية متجن بحيث اني لو عدي عدد اجسام تتحرك بنفس السرعة يعني يا بس الكلام يعني عدة اجسام تتحرك بسرعة واحدة اه. في الحالة دي البي حتى تتنسب ترضيا مع مين? مع الام. لان البي اه اه نبهتك قلتلك دايما السابت هو اللي بيترسم. وانت عندك مين هنا السابت? السابت هنا هو البيا بستر. طيب لو جسمي يتحرك بعجلة منتظمة. اه جسمي يتحرك بعجلة منتظمة يا مستر ما انا كده ان حضرتك عايز تقول. ان البي والبي. البي هي اللي تتحرك. وطبعا هو جسم واحد يبقى كتلته بتفضل ايه? سابتة. تانية اولي. لما يكون عند عدة اجسام تتحرك بنفس السرعة. المعنى كده ان احنا بنقول سرعة سابتة يبقى يرسم العلاقة بين البي والبي. طب ليه انا رسمت العلاقة في الشكل التاني بين طبعا سرعة سابتة يبقى البي والام عشان اطلع البي. طب ليه سمت بين البي والفي في شكل الثاني عشان هو جسم واحد يبقى الكتلة هي الايه؟ سمتة طب لو ثبتنا كمية تحرك يبقى بين الام والفي تقصد حضرتك برافا عليك بس هنا ازاي بقى هتبقى علاقة عكسية بين ام واحد على في او في واحد على ام براحة حضرتك المهمة حسب ما يطلب في السؤال طيب هنا تعال بص العلاقات البيانية كده جسمي يتحرك بسرعة منتظمة الجسم اللي يتحرك بسرعة منتظمة يا جباعة مفيش تغير في كمية تحرك مش كده ايه طيب يعني كمية تحركه سبتة طب ايه رايك ده كتلته كمان سبتة يا نهر ابيض معنى كده من حضرتك بتقول سرعة منتظمة يعني كمية تحرك سبتة يعني كتلة ومعاها كتلة سبتة يعني مش هقدر ارسم اي علاقة ما بين البي والفي والام لان كلهم سوابت في الحالة دي هرسم لو رسمنا علاقة بين البي والتي هنلاقي ان البي لا تتغير مع الزمن يعني كمية تحرك لتتغير مع الزمن طيب لو الجسم تحرك بعجلة منتظمة طيب بعجلة منتظمة يعني حضرتك تقصد انه السرعة ايه بتضير والسرعة لو ضيرت هضير كتلة في الجسم لأ هضير كمية تحرك بنفس في نفس الاتجاه ليه لانه السرعة بتتنصب الاتجاه دي مع كمية تحرك معنى كده ان حضرتك تقصد لو هو بيتحرك في الاتجاه المجام مثلا تبقى تغير في كمية التحرك الى اعلى انه هنا في الحالة دي البي والفي هو اللي بي هتضاير والبي هتضاير لو رسمت من البي والتي هتطلع علينا ايه القوة اللي هي الاف وان شاء الله كمان الاسبوع اللي جاينا بنتكلم معنا كمان تفصيليا في قانون طبعا لو هنا في التجاه الحركة سواء التجاه الحركة مجب او سالب هتديني نفس الشكل طب لو هنا في عكس التجاه الحركة ما يعني ايه يا مصدر يعني ما انا عايز اأكد لك بس فكرة ايه يا ولد فكرة ان هنا في الاولى الميل هنا ايه ايه ايوة الميل هنا سالب ما عشان كده هي عكس التجاه الحركة اما الميل هنا مجب لانه برضو لان الكمية التحرك هي اللي سالبة وبالتالي تأثير القوة هو نقص كمية التحرك. معنا الفكر اللي احنا كنا نحص اللي فاته كسريع كفكر بسرعة. نطبق بقى أولا يلا اقرى معايا والمسألة وانا عايزك انت اللي تقرأ وانت اللي تحل وتزبقني كمان من الحل. اذا كان كتل الجسم مع 10 كيلو جرام وكمية تحركه 0 كيلو جرام في المتر في الثانية والساليب واحد. كمية تحركه ميتين تين تين تين. كمية تحركه كم صفر. فاذا تغيرت سرعته فاصبحت كمية تحركه ميتين. فان السرعة النهائية. واحدة يقول لي استنى بقى. حضرتك قلت لنا انت مش هتسألونا على معادلات الحركة ولا الكلام ده لان ده ترمي اول. ولكن هتسألونا في الاساسيات يعني قانون السرعة اللي هو ايه ان السرعة الازاحة على الزمن. ماشي احنا وفقينك ده بصنا. طيب قانون العجلة اللي هي التغير في سرعة والتغير في الزمن. بس حضرتك هنا جاي تسألونا على السرعة النهائية ازاي. يا رجل. طب انت يسا بتقول تغير في السرعة. يعني السرعة ايه 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 اي. بس ما علينا من ده. ايه. يبقى. يتغير في سرعته طالما الجسم هو واحد كتلته سابتة إذن اللي هيتغير مين اللي هيتغير سرعته طب مات يلا كده نشوف أنا كده عندي دلتبيه دلتبيه اللي هي البيتنين نقص بي واحد يعني تغير في كمية تحرك اللي هي كمية التحرك النهائية نقص كمية التحرك البيتنين اللي هي ميتين ميتين كيلو جرام يبقى التحرك في كمية التحرك مقدره ميتين كيلو جرام في المتر في السمية والسليب واحد طب كمية التحرك دي احنا اتفاقنا ان هي بتتغير نتيجة لتغير السرعة يعني دلتبيه هي ام في الدلتبي طب بص كده أنا عوضتها والله بطريقة بسيطة قوي ام في الأولانية هي التانية كنت ممكن اخرج ام وحط البي اف ماينس بي اي وممكن اعوض عن الدلتبيه بالشكل ده ده يعني انا عايز اكدلك عليها ان انا كنت ممكن احلها في خطوة واحدة يعني اقول بي اتنين نقص بي واحد هي نفسها ايوة هي ام ام في البي اف نقص الصفر اللي هي الام في البي اي لان البي اي هنا طبعا هو ابتدأ من السكون طب حضرتك بتقول هو ابتدأ من السكون ليه كمية التحرك بتتكلم عنها بالشكل ده ببساطة يعني ليه حطت كمية ليه قلتلنا ان الصعب في البي اي بانه هو ابتدأ من السكون لانه مستحيل يكون كتلته من عدم وطالما كمية التحرك صفر يبقى اكيد هو ابتدأ من السكون يبقى اينا اعداد حل اصبح عندك يا مجهول ما الكتلة موجودة يلا كده تبقى انا عرفت الرنص عرفت بصراحة انها بتسوي عشرة متر على الثانية يلا يا شباب ايه يا ربقى يلا جسمين لهم نفسك وبمية التحرك اذا كانت كتلة الجسم الاول عشرين كيلو جرام وصراعته ثمانية متر على الثانية وكانت كتلة الجسم الثاني ستة كيلو جرام فان صراعته يلا انا ما استهل السؤال للمسألة سهلة سهلة طب يلا كده وريني ازاي سهلة مش حدثين بتقولي ان البي واحد بتسهل بي اتنين اه يعني انا ممكن احط ام واحد بي واحد بيسوي ام اتنين في اتنين ايه الجمال ده صح صح ولادي وانا عندي الكتلة الكتلة والسرعة في الاول والكتلة والسرعة والكتلة في التاني اقدر اجيب ايه السرعة دي طريقة طب واحد تاني يقولي استنى يا مستر مش هنا عارف ان الام والفي مضروبين ايوة يعني ايه يعني انا اقدر في الحالة دي اجيب منها تناسب صح يعني انا اقدر اقول ام واحد على اقول ان البي واحد على البي اتنين بتسوي ام اتنين على ام واحد ايوة شفت بقى هنا الافكار لما بتشتغل يولد بتطلعوا فكري كويس انا هنا طبعا حاولت حلهالك بالطريقة المبسطة شوية اللي ممكن تخطر على بدك في اول مرة ولكن اوعى تنسى طريقة التناسب اللي هي ان انا حلها بالنسبة لان في بعض الاحيان مش هيبقى عندي ارقام فاضطر استخدم التناسب للاقتصار طبعا يعني مسالك كلها طرعا عشرة متر عسانية ليه كده يعني قد يكون استسال في الحساب طيب ايه انا بقى اهلا اجنا محترم وطلع لي النتجة اذا زالت كتل الجسم للضعف وقلت سرعته الى نصف قيمتها السابقة اللي حصل زالت الكتلة للضعف وقلت السرعة الى نصف قيمتها السابقة فما الذي يحدث لكمية حركته يلا يقول لك يلا يقول لك الكتلة حصل لها ايه فالام اتنين بتساوي اتنين ام واحدة بسر تماما والسرعة البي اتنين بتساوي نصف في واحد اه طب ما تيجي كده يلا ام اتنين بتساوي ايه اين ام واحد ويه البي اتنين بتساوي نص ام النص في واحد فما الذي يحدث لكمية الحركة هنا بقى انت عرفت بقى انا اصد ايه اصد لتعامل مع النسبة هتعرفني حاجة زي كده سؤال زي كده التعامل معي كنسبة ما هو انا بي واحد وبي اتنين يعني البي واحد والبي اتنين اه مش عندي قيم رقمية اعوض بيها ولكن ببساطة البي بتتنسب طرديا مع الام وبتتنسب طرديا مع البي معنى كده من حضرتك ممكن ت انا عايز اجيب العلاقة بين البي واحد والبي اتنين يعني هقولي ان البي واحد على بي اتنين بتساوي ايوة ام واحد بي واحد على ام اتنين بي اتنين اللي هي ظهر قدامنا هنا ام واحد وبي واحد ما هو مش بديني اليوم قيم لكن M2 ايه اللي انها بتسوي كم ايوة 2 M1 والV2 نص V1 طبعا اللي في البسطة هيروح مع في المقام يعني هنا M1 هتختصر مع M1 والV1 هتختصر مع V1 وهيبقى 2 في نص موجودين في المقام هيطلع لي 1 و 1 على 1 يطلع كم يا رجل شفت بقى كده هتظلق طب يا مستر لو طلعت قيمة بص خلي M2 دايما هتفترف والكسر اذا كان قيمة كسرية يعني حاول ان انت توصي ان الارقام كلها مع البي واحد بحيث ان انت تعرف علاقة البي اتنين اللي هي كمية التحرك تانية معاها كمية التحرك الاولى نشوف نسال كمان وسال حلم اذا قلت كتل الجسم الى النصر وزادت كمية التحرك الى الضعف يا مستر هتظلق بتعلينا المسألة او ليه يا هناخ ازاي اذا حضرت اعراءة كده قلت الكتلة هناك كانت كنا مزودين الكتلة نفس الفكرة اه بس بحكة عاق شوية فيها اعراءة كده تاني قلت كتلة الجسم الى النصر وزادت كمية التحرك ده انا كده بتعامل مع ايه مع السرعة اللي هيحصل للسرعة السرعة تتناسب طرديا مع كمية التحرك هي مضروعة في الكتلة مستر يعني تتناسب عكسيا مع الكتلة يلا يا أولاد البي الام بتساوي ايه نص ام واحد وي البي اتنين بتساوي اتنين بي واحد اذا ايوا امرأة بسرعة يلا النسبة واقع بتاعت السرعة بتساوي ايه البي واحد على بي اتنين ايوا لحظوا هنا أولاد كده لحظ كده لحظ معي ونركز قوي في الحتة دي ركز معي قوي 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 في الحتة دي بصوا الان البي واحد والبي واحد قصاد بعض واحد قصاد واحد لاني التناسب بنا ايه طردي والبي واحد والام اتنين قعد عن بعض لاني التناسب عكسي يبقى بي واحد قصاد بي واحد والبي واحد قصاد الام اتنين والعكسة طبعا في المقام اذا عوض بقى عن اللي عندك اللي قيمة اللي هي أيوة اللي هي الام اتنين والبي اتنين عوضنا عنهم فطلع عندي نص على الصفر وبالتالي هنا تطلع اولد اجي من انا ده اطلع نص آسف نص على اتنين اللي هي تطلعيني رب اضرب طرفين فوسطين يعني البي اتنين هتطلع أيوة اربعة في واحد وبالتالي زادت القيمة الى اربعة ام سيد التناسب طبعا هو من التطبيقات الفيزيائية الاساسية اللي بنستنتجها من القانون ايه كمية تحركه اربعة ضعف وكليتونين افكر فيها ازاي دي مصر يا جامعة القوانين اه بتحل اي حاجة ازاي يعني يعني حضرتك هنا دلوقتي انا هعرفها هعرفها منين انت هنا طالب قيمة السرعة ايه اهجبها ازاي طب ما تيه اولاد بس بص لها بص لها اولاد يلا القانون المعطى عندنا بيقول ايه ان البي بيساوي اربعة ام مش هو الكتلة الكمية التحرك عبارة عن اربعة ضعاف الكتلة طب ايه رأيي حضرتك هو قانون كمية التحرك بيساوي ايه اه احنا اولاد فاكرين المسائل اللي هي كانت عبارة عن صرف معادلة في التميج الاول كده وιنتبع عليها به معادلات الحركة او نساوي اي كمية بيلي فوعها طب ما تيجي مبصة قانون كمية التحرك بيقول ان البي بتساوي ايه اهم في الفي حلوة اوي بي بتساوي اهم في الفي طب ما تساوي كل حاجة باللي فوعها طلابة القانونين بيساوي بعض يبقى البي هتساوي البي يبقى اربعة ام بتساوي الام في الفي يبقى الفيه في الحالة دي هتساوي كم ايوه شفت اي مسألة من المسائل اللي ممكن انا اقراها اقول لي هو ميستر هو فين الارقام اللي في المسألة عشان تقبق حلي ارقام ايه هو فيه رقم واحد في المسألة فين المعطيات ده المعطى ده كفية يا اخوانا المهم ان انت تقدر اشتغل على القانون والافكار معاك كتير هو اظن ان احنا الحمد لله بنحاول نوفي افكارنا وان شاء الله الوعد هنكمل اكتر كمان طيب تعالى نشوف السؤال اللي جاي ده بقى وده خلصنا شوية نفكار في التناسبات ناخد فكرة كده بتطبيعة على رسم بيهاني يوضح التنسيل البيهاني القاتي التغير في كمية حركة الجسم بتغير سرعته هنا الرسم ده بيرسم علاقة ما بين كمية تحرك والسرعة طب كمية تحرك والسرعة يعني هجيب دلتا بيه على دلتا ام على دلتا في قسم دلتا بي على دلتا في تديني مين تديني الام يا مستر حلو قوي وهو طالب فعلا الامري اذا حضرتك ببساطة هاتلكوت لا طب مستر بس انا مش شايفه قوي هو يعني هقولك على حاجة خلينا صراحة اه انا معاك من العلاقة اللي قدامنا قد تكون لانها مقتصة من داخل البنك المعرفة المصري بشكلها فانا خدتها ما حبيتش اغير في اي عرقام بيها بحيث اني لو حضرتك دخلت حاول تعليل اسئلة هتلاقي العلاقة موجودة ولكن هنا عشان اظهرها لك قوي طبعا هو الخط هنا ولاد بدايته بادئ ما بين طبعا المفروض ولاد دايما بنحاول ندور على نقاط ظهرة يعني مثلا انا كنت ممكن ابدأ من اي نقطة تكون واضحة قوي ولكن هنا انا شايفها بدء من ستة بين الستة والتمانية طبعا في سبعة في النص وقبل التمانية بشرطة دول ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة يعني في خمس خطوط ما بين الاثنين يعني كل خط كده حضرتك تقصد ان هو يسوي تقريبا من الاربعة والعشرة تمام ونهي عندي كم نهي عندي بعد الاربعة معنى كده ان هنا الملة شباب اللي هو الدلتا بي على الدلتا بي اللي هي بتساوي الام ويدي دلتا اجيب الام طبعا انا عارف ان حضرتك هنا ممكن تقول لي الرسم تاني ما تقلقش في الامتحانات بيكون موضحة قوي 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 اذا ان هنا اللي مهم من دي انا اكون عارف بتاعت السؤال ان السؤالي هنا بيحط اللي ايه ايوة بيحط علاقة ما بين البي والم والفي اللي هي هتطلع في النهاية بتساوي ام طيب اه احنا بناخذ رجلنا واحدة بواحدة كده احنا قلنا تعالى كده قدامي مجموعة علاقات بيانية قدامي علاقة بين احنا قلنا في الاول اولاد خدنا القانون البي بتساوي ام في البي وبعدين رجعنا جبنا العلاقة ما بين البي والاف الدلتا بي والدلتا اف والدلتا تي قلنا ان الاف بتساوي الدلتا بي على الدلتا تي وجينا بعد كده في بداية طبقنا عليهم واخدناها مسائل مباشرة الاول على القانون بحيس اننا قد اني احفظ العلاقة كده مش احفظها ولا ما هي العلاقة بتبقى قدامي فراك ما فيها مسر بس خد بالك تخيل انا لو العلاقة دي اول مرة شوفها وانا في الامتحان ما هو انا مش احرف حل ولكن في الحالة في حالة لو انا العلاقة معايا ومن بدري واتدربت عليها كتير واتدربت عليها بالشكل المباشر في الاول وبعد كده زودت زودنا مع بعض واحدة بواحدة هنلاقي رحنا كبير يا شباب جبنا الفكر كامل و ادرنا نحل طب تعالى فكرنا مع بعض في الاول في مسائل ايه قلنا في الاول كده خدنا مسائل مباشرة وبعدين مسائل تناسبات يا مصر وبعدين المسائل اللي هي فيها في التفكير عالي شوية من برضو التناسب وبعدين دخلنا فيه علاقة بيانية بسطة وقلنا نقدر نجيب الميل بس انا عايزي هنا عندي علاقة بيانية ما مفهاش ارقام خالص على فكرة انا سم هلك بايدي انا عايزك تعرف للعلاقة البيانية اللي قدامك دي اقرأ سؤالها لان موضوعها مش هنقصع برسبي الاخبارات الرسم البياني المقابل يوضح العلاقة بين كمية التحرك والسرعة فإن كتلة الجسم انا عايز الكتلة تنظرت كمان ازا مستر كم كتلة الجسم بصر الميل هنا بيساوي ايه دلتا بي مش اللي هو هاي سوي تن سيتا طيب تن سيتا في الحالة دي يا تن سيتا يا مستر اللي هو تن خمسة ارجعي طبعا على فكرة هنا كتلة الجسم اصبحت بتسوي كام واحد وده قدى الى ان احنا نعرف ان البي بتسوي ايه البي على فكرة اولاد اصلا انا جايب لك الرسمة على الاتنين هو هنا لا معايش الاختيارات بس تبدلت مع بعض ولكن هنا يا شباب لازم نعرف كويس قوي ان الكتلة هنا الكتلة الكتلة بتسوي واحد وان البي بتسوي البي ان كمية التحرك كان بتسوي السرعة ليه لان الكتلة بتسوي كام بتسوي واحد كيلو جرام ليه لان هنا الكتلة هتسوي الميل اللي هي التن سيتا اللي هي التن خمسة واربعين اللي هي الدلتا بي على الدلتا تي طيب نشوف بقى سؤال طبيعي اكتر على العلاقات البيانية الى مصر شكل غريب قوي طب ما نشوف بس هلات المنحنى المعطيان يمثلان العلاقة بين كمية التحرك والكتلة لأجسام مختلفة الكتلة المنحنى اللي قدامنا دول بيمثلوا العلاقة بين كمية التحرك والكتلة لمجموعة من الأجسام مختلفة الكتلة طب ما لهم بقى مصر ايه العلاقة اللي بينهم هنا يا شباب هو الرجل بيسألني على ايه مختلفة الكتلة التحرك بسرعة منتظمة في كل حالة حيث تم تسجيل سرعة الحالة واحد وفي السرعة في الحالة واحد وفي الحالة اتنين هو عايز ايه انا عايز هنا العلاقة بين الدي والتي تكون الهين ما تيجي نشرحها دي بقى لاننا عارف ان العلاقة هنا السؤال هنا يا شباب في المهارات العليا اوي ولا اقولي اول حاجة يا اخوانا الموضوع بسيط جدا يا اخوانا هيدا الميل بيساوي مين الميل بيساوي في مصر طيب الميل بيساوي في تان ستين ودي تان ايه تلاتين يبقى يا رجل يا محترم لما نقول تان ستين هي اكبر من تان تلاتين جربها على الاهل الحزب كده ظل الزاوية ستين اكبر تمام لما الظل الظل هنا بيساوي السرعة طب ايه رأي حضرتك لما نقول ان الظل كبر يعني الميل كبر يعني السرعة كبرت يعني معنا كده هي الازاحة هيحصل الله ايه الازاحة هتزيد والزمن يقل ايه الازاحة هتزيد والزمن يقل يعني حضرتك تقصد ان انا ممكن اختار انه علاقة تقصد ان انا اختارش علاقة من الاتنين دول ممكن بس نرجع بقى لان هنا ما هي الازاحة هتزيد بس الازاحة مستحيلة وقى سبت مع الزمن يبقى تاني يا ولاد بقى ليه انا اخترت دي نقولها تاني ها نرجع كده للعلاقة قبل الحل دلوقت يا ولاد البي والام العلاقة هنا فكرة البي والام العلاقة بينهم علاقة ايه ايه ده ايا المصر هوا علاقة ارضية طيب تمام دلتة بي على دلتة الم اللي هي مين اللي هي ال�� المصر حلو دلتة بي على دلتة ام اللي هي الفي طب انا دلوقتي اني زله اكبر اني من الاجبر السلوب بتاع الواحد اكبر من السلوب بتاع الاتنين إذن الفي واحد أكبر من الفي اتنين تمام شفت بقى هنا تدرج التفكير بقى تاني يا أولاد تاني يقول تاني الميل أجيبه الأول عرفت أنه هو فيه عرفت من الميل من الميل الأكبر عرفت أنه واحد منه أكبر منه اتنين يبقى سرعة الأول أكبر من سرعة إه التاني يبقى تعالى بسرعة بقى ندور العلاقة بين السرعة والإزاحة والزمن الصراعة تتنصب طربياً مع الإزاحة وعكسياً مع الزمن لأن الفي بتساوي الدية على تي إيه طب حلوة أوي يعني لما الصراعة تزيد الاحتمالات اللي عندك الاحتمالات اللي عندك يا مستر إن الإزاحة تزيد أو الزمن يقل رابو على كده يبقى دور الأول سرعة أكبر يبقى إزاحة أكبر وزمن إيه أقل فين بقى أهل يبقى الإجابة الثانية أعتقد كده للموضوع فعلاً يبقى سهل يعني الحمد لله أعتقد كده أن يتلمت كل أفكار كمية التحرك ولكن لس 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 أي ملقات يوضح العلاقة بين كمية التحرك والسرعة كمية التحرك والسرعة ما هو إحنا إنت أصلتهم شوارين باكولت إحنا من أول إحنا بعدنا أكتر من سؤال كده عمال في العلاقات الميانية أجبك كمية التحرك والسرعة لأ وجبنا كمية التحرك والسرعة في العلاقة اللي كنا طالبين فيها أوجد إيه اللي قلت اللي حضرتك فيها أوجد الكتلة والعلاقة بين كمية التحرك والسرعة في العلاقة فيه إرجع كده شوية واللي فيه السؤال اللي كانت الميل بتاعه واحد قلتلك يا وجدهم بقى إن البي كمية بتساوي البي إرجع لأسئلة هنا بقى أيوة كمية التحرك والسرعة كمية التحرك تناسب مباشر مع السرعة مصر لأن البي بتساوي الام في البي وهي تناسب طردي يبقى ما هيش عكسي وما هيش جزر وما هيش تربية تبقى العلاقة اللي في المنتصف اللي هي علاقة طردية مباشرة طيب والذي بقى أعتقد الناس اللي هي غاوية علمي بجد بصر السؤال الشاكل المقابل يمثل العلاقة بين الإزاحة والزمن لجسم المتحد فأي الأشكال التالية يمثل العلاقة بين كمية التحرك والزمن انت عارفين أولاد لما أنا أعرف ما أنا أقولتلك اعرف دلالة العلاقة المتحدة يعني إزاحة والزمن وخط مستقيم معنا كده إن حضرتك بتقولي إن هو بيتحرك بسرعة منتظم طيب بسرعة ممتظمة يبقى على طول القوة المؤسرة عليه بتساوي كم القوة المؤسرة عليها مستر بتساوي صفر تمام لما تكون القوة المؤسرة على الجسم بتساوي صفر يبقى فيه تغير كمية التحرك اسمعوا أولاد لسا أيلين الكتلة سبت السرعة سبت يبقى كمية التحرك ما هي حصل ضرب الكتلة في السرعة يبقى برضو هتفضل ايه سبت يبقى إذا كانت الكتلة سبتة والسرعة سبتة فكمية التحرك معنا لازم تفضل ايه علاقة سبت طب يلا كده وريني دي وتي يبقى العلاقة بين كمية التحرك في السابت هنا أولاد في السابت في الأربع العلاقات ها اهي اول علاقة مصر ده أولادي كده هيفوقونا ان شاء الله ويبقى أحسن من مجا في النا طيب الأشكال البيانية التالية توضح مجموعة بالأجسام لها نفس الكتلة وجمعها مرسوا من مقياس الرسم فيكون الرسم البياني معبر عن كمية التحرك أكبر كلهم نفس الكتلة كمية التحرك أكبر يعني كتلة واحدة مصر كمية التحرك أكبر يعني سرعة أكبر طب وسرعة أكبر يعني إزاحة أكبر وزمان أقل مصر حضرتك لسه بدي الفكرة دي أيوة ما هو حضرتك بتاخد الفكرة بشكل معير وبالحق وبالأسف بنحفظ السؤال ولما يضغير السؤال بأي شكل تاني بتبقى كارثة بالنسبة لنا إنه بيضيع مننا لأ إيه رأيك بقى في السؤال هنا بشكله أيوة أنا عندي السرعة أكبر مش تزودنا السرعة طيب إزاحة زالت وزمان أقل يعني الميل المعبر عن السرعة هيزيد اللي هي أن هي علاقة ربع كما الإزاحة على الزمان يا شباب بتساوي الفي برضو زي ما احنا بنقول كمية التحرك أكبر اللي هي بي على ام يبقى البي على في أو اللي بنقول الام بتساوي البي على الفي يبقى الدي على تي بتساوي الفي طيب سؤال كمان كمية التحرك هي أبقى إيه ده مصر حضرك بتهضر بقى مصر يعني بعد مسئلة الجميلة اللي فدت حضرات جاي بقى يديدين مسئلة كده ده مطوضع والسؤال ده مش مطوضع على حاجة العكس كمية التحرك عشان أقدر أعرف ما هو احنا مشكلتنا في حاجة خطيرة جدا ان احنا في الغالب بين بعض أخطاءنا بتيجي بسبب ان احنا بنستسل سؤال معين وبنعتقد ان لازم السؤال ييجي انا معرفش حلو وإلا ما يبقاش سؤال يعني حضرات ممكن ييجي سؤال مباشر قوي كده هو لما ييجي تعود مباشر في القانون مش مش أسهل من الكلام ده ده بالعكس ده تطبيع القانون لإني هنا لو أنا مش عارف ان كمية التحرك بتساوي ال-م في ال-V مش عارف انها كمية قياسي انها كمية مشتقأ ولو مش عارف ان كمية التحرك م في ال-V وأنا عارف كويس أوي وحد they ان ال-m كمية أساسية وبالتالي هي كمية قياسية و ال-V كمية متجهة وبالتالي يبقى حاصل ضرب القياسي في المتجة هيديني المتجة يبقى ما كنتش يقدر أعرف كمية التحرك هي إيه؟ إن هي كمية أيوة برافو عليك كنت خلص هي أصبحت كمية متجة وإحدى الكميات الأساسية يبقى أساسية يا رجل الأساسية إزاي بقى هي مشتقة ومتجة طبعا هي كمية متجة وهي إحدى الكميات المشتقة التي تشتقة أكثر من كمية لكميات الأساسية طيب سؤال كده سؤالين نظري سابعين عشان يبقى يبقى خدنا كل الأشكل ما عدناش أي نوع من الأفكار كمية تحرك جسم متحرك للضعف فينذلك يعني ها إزاي كمية تحرك للضعف معناها إيه؟ استني إيجابتك جوة يلا لأ أنا أعتقد المفروض أنت خلاص بتعودت على الإيجابات وإحنا قلنا إزاي كمية تحرك جسم للضعف فإن ذلك يعني البيض تحرك نظري مع الإيم آه بس إيه ده؟ مستر إيه ده مستر؟ على فكرة أنا أقصل أولاد أسطل أولادك يعني أعمل تركيها كده معا هو إحنا مش لسا بنقول جسم آه فاكرت ده أنا بقى لي فاطة يعني أكتر من مرة في الحصة أقول لك جسم 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 يعني كتلته سابتة الكتلة سابتة يا أخواننا لا تتغير بتغير كمية تحرك لكن مين اللي هتغير كمية تحرك هنا إمتى أقول إن البيض تتناسب ترضيها مع الإيم لو قال لي عدة أكتب تتحرك بنفس السرعة أو حتى بسرعات مختلفة ساعتها الجسم اللي أكبر في الكتلة هيبقى أكبر في كمية تحرك لكن لما يتكلم عن جسم واحد معنى كده أنه هو بيتكلم عن إيه؟ أيوة بيتكلم عن كمية تحرك عن كتلة سابتة وبالتالي التناسب هيكون مباشر ما بين كمية التحرك والسرعة وبالتالي إذا زال كمية التحرك هي نتجة من زيادة السرعة وإذا طالما الجسم كتلته إيه؟ سابتة طيب يوضح تمثيل البيان التالي التغير في عجلة سيارة بدأت من السكون مقابل الزمن عند أي نقاط يكون كمية تحرك صفر إذا بقى مستر حضرتك بقى كده دخلتنا في طريقة تانية خالص لي يا جماعة حضرتك هنا بتقول السيارة دي بدأت من إيه؟ من السكون قبل الزمن عند أي نقاط؟ يا جماعة يا جماعة كل الحركة هي حركة بعجلة سواء كانت عجلة تزايدة عجلة مجباء أو عجلة سلمة عجلة في تجاه الحركة أو عجلة في عكس تجاه الحركة إذا عشان نتكلم عن إن كمية تحرك صفرية لابد أن أعتنع تماماً أن الجسم لا يمكن أن تكون كمية تحركة تساوي صفر أنا ما بقولش التغير في كمية تحرك يا شاب أنا بقول كمية تحرك إلا إذا كان لو قال لي جسم وكمية تحركة صفرية على طول أول مسألة في حسطنا النهاردة إن الفي هي اللي كانت أكيد بتساوي إيه صفر فين بقى العلاقات اللي فيها الفي بتساوي صفر عند أنهي لغة أيها طبعاً لأنه هو المسألة اللي أيلى إنه بدأ من السكون يبقى أكيد بدأ من السكون وانتهى إلى السكون طيب من أواخر بقى الأسئلة في حسطنا النهاردة مني الحصة كده بحاجة كثت شوية حاصل ضرب الكتلة في السرعة طبعاً كتلة في السرعة اللي هي كمية التحرك يا رأيك يا أولاد كمية التحرك قطار ساكن تساوي نقطة كمية التحرك نملة يا رأيك على فكرة في حد بسرعة اللي يحيقني أقول لي مستر مستر أنت بتحكي علينا كمية التحرك قطار إيه ساكن قطار إيه هو ساكن كمية التحرك وتساوي كم صفر واحد هو عا تقول هو نها قرن بين الأطر والنملة اللي ساكن ببسيط رغم من الكتلة كبيرة بس ده تتحرك ده وقف طالما وقف يبقى ما فيش قوة ما فيش كمية التحرك يبقى كمية التحرك صفرية يبقى أكيد كمية التحرك القطار الساكن بتكون أقل من كمية التحرك النملة طيب بسرعة ويكون سؤال أخير بقى جسمان كتلة كل منهما عشرة كيلو جرام وعشرين كيلو جرام يكتسيبان سرعة عشرين متعة للثانية وايه عشرة متعة للثانية للترتيب فإنه اضرب عشرة الأول عشرة كيلو جرام في عشرين والتاني عشرين في عشرة يا رجل ما هو كده وتسوينا مستر ما هو ده ميتين وده ايه؟ ميتين رغم اختلاف الكتلة لكن السرعة عوضوا وحدة قياس كمية التحرك يا شباب كيلو جرام في المتر في السانية أو الساليب واحد ودي كده خدنا تقريبا كل الأسئلة ولكن هو السؤال ده بس حضرتك بقى تجاوزني معاه كده أيوة عند أي بوت البندولك تحركها بالشكل فإنه نتفي بس على الحاجة أي جسم بيغزف إلى أعلى بتقلي سرعته وبالتالي هنا أقصى سرعة يبقى أقصى كمية التحرك أقلت السرعة يبقى أقل كمية التحرك وقلنا تتوقف كمية التحرك دايما على السرعة يبقى هنا لأنه جسم واحد وبتتغير بتغير السرعة يبقى هنا يا شباب أكيد البي ثلاثة هي أكبر واحدة والبي ثلاثة أقل والبي واحد هي الأقل طيب السؤال ده هو آخر يصير معنا النهار ده بس أشير كرة كرة التنس كتلتها ستين جرام رميات على حاط فاستضبت بي وكانت سرعتها خمسة تاشر ارتدت عن الحاط بسرعة عشرة ما مقدار تتغير في السرعة الكلية طبيعي اللي هي اللي هو فنحسن البي اتنين ونطرح منها البي واحدة يطلع لنا وطبعا اوعى تنسى الإشارات لأن كمية تحرك عن البيانات كمية متجهة مع خلص ومياتي القلبية وإن شاء الله تكونوا في مكان أفضل شكرا وشكرا وإن شاء الله البياناتين لكي يشعر اشتركوا في القناة